عشرة آلاف درجة وظيفية تحت عنوان عقود براتب شهري لا يتجاوز 300 ألف دينار فقط، هي حصة المتنى من ملف التعيينات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية بتخصيصاتها الوظيفية للمحافظة، موزعة ما بين مديرية تربية المثنى بستة آلاف درجة وأربعة آلاف أخرى ضمن تخصيصات المحافظة من الموازنة العامة وفق آلية ألكترونية كتجربة فريدة في مجال التوظيف. كان الاحتياج المرفوع من قبلنا في بادئ الأمر هو ما يقارب الأكثر من عشرين ألف عند إقرار الموازنة خصة ستة آلاف درجة وظيفية تقديم طبعا كما هو معلوم مركزي وعن طريق وزارة التربية. ثلاثة آلاف وسبعمائة وكسور درجة وظيفية، هذا تشمل الخريجين باقية اختصاصات، خمسة وسبعين بالمئة للخريجي المعاهد والكليات وخمسة وعشرين بالمئة لباقية الخريجين التي هي من الأعدادية متوسطة ابتدائية. الله الرحمن الرحيم حكومة المثنى المحلية أكدت أن الحكومة الاتحادية اعتمدت معيار الكثافة السكانية بتخصيص هذه الدرجات، وهو المعيار نفسه المعتمد خلال السنوات الماضية بتخصيصات المحافظة المالية من الموازنة العامة للبلاد التي تراها إجحافا بحق طوابير العاطلين عن العمل في المثنى. اعتمدت وزارة التخطيط معيار النسبة السكانية بالتخصيصات المالية وبالتعينات. حقيقة هذا المعيار هو أنا أشوفه مجحف بحق محافظتنا. كون أن محافظتنا مصنفة من المحافظات الأكثر فقر بالعراق ونسبة الفقر عندنا تعدد 53%. طبعاً هذه النسبة تسبب أن مشكلة أنه عندنا عدد خريجين، نسبة البطالة عندنا مرتفعة قياساً باقي المحافظات التي عدتها فرص عمل أكثر من محافظتنا. نأمل أنه تزداد حصة المحافظة بخصوص درجات المئة وخمسين ونظرنا بنظر الاعتبار على المقياس الذي تفضلنا وحكينا به. وبالرغم من تأكيدات وتعهدات الحكومة الاتحادية المتكررة، إن للمثنى اهتماماً خاصاً بقراراتها مستقبلاً تتناسب مع حجم حرمانها خلال السنوات الماضية. غير أن الواقع ما زال كفيلاً ببطلان كل التعهدات وزيفها. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية.